انا دكتور شريف بيت حكت من هاية السعافة المصرية انا موجود ضمن فريق هاية السعافة المصرية المسؤول عن تأمين بطولة كاس العائلة من كورة اليد 2021 في مصر انا مسؤولي لفريق طبي في السادق قهرة دورنا كهية السعافة المصرية في البطولة احنا مسؤولين عن تأمين الطبي للبطولة سواء داخل الملاعب اللي بتلاعب فيها مشاطة البطولة المختلفة وده عن طريق وجود فريق طبي داخل كل صالة ملعب موجود جوه البابل مسؤوليته هو التعامل مع اللاعبين لو حصل فيه اي اصابة اسناء المباريات هو اللي حصل امبرح ببساطة احنا كنا موجودين على خط الملعب كدورنا العادي اللي بيحصل في كل موتش اه عشان لو حد حصل له اي اصابة اه وفجئنا في المباراة الشد والجذب اللي حصل والسنة العنف اللي كانت في اللعب ان التشيرتات كلها تقطعت اه واحمد تقريبا ما كانش فيه تشيرتات تاني اه عشان يقدر يكملوا الموتش اه فبعد نهاية شوت الاول اه جات لي فكرة كده ان احنا ليه ما نصلحش التشيرتات دي بالامكانات المتاحة يعني فجريت على كابتين احمد شوقي قلت له هاتنا التشيرتات انا هعملها فقال لي هتعملها ازاي اطول انا هتصرف اه انا معايا طوامر المسعفين شباب كده زي الورد يعني وزي ما بيقوله دايما المصري معروف انه بيقدر يتصرف اه باي امكانات متاحة يتعامل جرينا اخدنا التشيرتات واستخدمنا الخيوت بتاعة الغرز واصلحنا التشيرتات ونزلوا يكملوا بيها يعني فكان اه موقف اه غريب اه والذكرة جات في ثانية يعني احنا كان كل فكرنا انه لا يعني فيه ازمة ومصر مزنوقة وانه احنا لو ما ا اتغلبنا مش هنصعد واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عندما نأغرب الموقف يعني والأغرب بقى اللي حصل من المبالح يعني احنا عملنا دو عادي يعني موقف عادي ولمينا المشكلة فوجينا بقى ندينا كلها بتتكلم والناس مبسوطة بالله حصل ويعني انا عايز اقول دي مش حاجة غريبة عن مصريين يعني احنا في اي وقت بنتدخل وبنتعامل بابسط الحاجات وبنحل مشاكل يعني الحمد لله هل ممكن تطلب التيشرت مثلا من احمر لحمة في اخر بطولة او حي هو يعني اقلب انهم يفوزوا ويفرحوا مصر كلها ولو طبعا ده حصل يعني بذكرة حلوة يعني بس لو هو عايزه خلاص احنا كلنا بندعي لها انه يا رب توصل للنهائي يعني بس هما يعني التمثيل اللي عملوا مبارح والقرية اللعب بيها مبارح والرجولة والجرعانة في وسط الماتش العنيف ده يعني كفاء علي انا شخصيا ان هما صمدوا الاخر دقيقة وجابوا النتيجة دي في ظل الصعوبات كثير اولي كانت في الماتش اشتركوا في القناة